تكملها هيئة تحرير الشام ضد مسلحي حراس الدين المرتبط بالقاعدة في إدلب السعودي أبو عبد الرحمن المكي المطلوب دوليا أحدث المعتقلين من قيادات التنظيم وبعد أشهر من صدامات أدت إلى تفكيك غرفة عمليات فثبة التابعة لحراس الدين وأجبار التنظيم على رفع حواجزه وإغلاق مقاره في ريف إدلب الغربي هذه الاعتقالات التي تقوم بها جبهة تحرير الشام ضد حراس الدين تأتي في سياق المصلحة والنفوذ بين هلالين المصلحة الأولى هو التخلص من القيادات التنظيمية التي تستقطب قيادات أخرى في جبهة النصر والتي هي ترفض التفاهمات الدولية وفق ما أعلنت عنه في أصابق غرفة فثبة النقطة الثانية هي تعبر نوعا ما عن إرادة وسياسة تركية في مد نفوذ جبهة النصر على مدينة إدلب جولة جديدة اختار مسلح الجولاني توقيتها بعناية للقضاء على آخر الفصائل المنافسة في إدلب ابتلعت النصر سابقا كتائب ثوار الشام وحركة حزم وأحرار الشام وفصيل نور الدين الزنكي الإجهاز على حراس الدين الذي يضم أكثر الشخصيات القاعدية المطلوبة دوليا بات في مراحل متقدمة لو أرادت هيئة تحرير الشام على القضاء على حراس الدين استطاعت ذلك لأن عدد حراس الدين هو قليل جدا بالنسبة لهيئة تحرير الشام لذلك التوظيف السياسي بشكل أو بأخير والضغط على مجتمع الدولي وامتداد سياسة تركية في مدينة إدلب هو العنوان الأبرز من خلال قيام جبهة النصر بمثل ذلك السلوكيات فقد حراس الدين معظم قادة الصف الأول من جراء استهدافات بطائرات التحالف وعبر اغتيالات تتجه أصابع الاتهام فيها إلى جماعة الجولاني لا يمكن فصل صراع التنظيمات الجهادية في إدلب عن المشهد العام الذي يفرض على تركيا الالتزام بالتخلص من تلك التنظيمات محاولة لتلميع صورة جماعة الجولاني القوة الأكبر في المحافظة عبر ملاحقتها لحلفائها من مبايعي أيمن الظواهري محمد الخضر دمشق الميادين